لأجل الأرض المقدسة وقضيتها عقد المؤتمر الدولي الثاني لمؤسسة منبر الأقصى في مدينة إسطنبول تحت عنوان منبر الأقصى للخطباء والدعاة بمشاركة جمهور من العلماء والدعاة والخطباء جاءوا من مختلف الهيئات والمنظمات الإسلامية ومن ضمنها هيئة علماء المسلمين في العراق وذلك تلبية لنداء المسجد الأقصى المبارك الأسير لدى الصهاينة وذلك لتدارس دور الخطباء والعلماء في استنقاذ القدس من براثن الاحتلال ومواجهة التهويت ووضعهم في صورة آخر ما تتعرض له المدينة المقدسة والمسجد الأقصى المبارك المشاركون في المؤتمر تناولوا جملة من القضايا المتعلقة بواقع المسجد الأقصى في ظل الأزمات التي تمر بها الأمة الإسلامية معتبرين أن إعادة المسلمين لأمنهم واستقرارهم ووحدتهم لن تتم إلا بفك أسر مدينة القدس من قيود الصهيونية القضية الفلسطينية أنها القضية المركزية الأولى والأساسية للمسلمين فبالتالي لا ينبغي أن تغيب عن فعالياتهم عن خطبهم عن محاضراتهم عن أنشطتهم وإن كانت لهم همومهم الخاصة ومشاكلهم الخاصة وهذه القضية مرتبطة بأعقدتنا وليس هذا الصراع ليس صراع سياسي ليس صراع سياسي فقط هذا صراع ديني لأن المشجد الأقصى هذا من مقدسات الإسلامية كما استعرض المؤتمر أهم المحطات لتاريخ فلسطين عامة والقدس على وجه الخصوص ونبه المشاركون فيه على ضرورة معرفة أبناء المسلمين لهذه المحطات لتحصينهم من الغزو الثقافي الذي يراد منه محو تاريخهم لو أتينا إلى المساجد التي هي موجودة على أرض فلسطين تاريخيا منذ الفتح العمري وتحريص صلاح الدين وما تبع ذلك إضافة إلى وجود مساجد عثمانية على أرض فلسطين وخلص المؤتمر إلى توصيات تتعلق بنصرة الأقصى عن طريق دعم صمود أهله وتكثيف المؤتمرات والندوات التي تدافع عن هويته إضافة إلى التحرك الرسمي في المحافل الدولية والإسلامية لنصرة أولى القبلتين